شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بالمائدة المستديرة رفعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر التي عقدت خلال فعليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية وأكدت المشاط في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة المصرية تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية بداية تمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري